السلام عليكم السادة المشاهدين ان شاء الله انا هكلمكم النهاردة على موضوع مهم جدا جدا وشايد جدا احنا عارفين ان كل حاجة لها نواة يبقى احنا هتبر المجتمع اي مجتمع نواة نواة خلية كبيرة وليها نواة هذه النواة هي الاسرة الاسرة بتبدأ بخطيب وخطبته ويبقوا عروسين ويبقوا زوجين وبعد كده يخلفوا بنات وبنين وتبقى اسرة هذه الاسرة هي نواة المجتمع مجموعة أسر هتعمل عائلة مجموعة عائلات هتعمل قرية مجموعة كرة هتعمل مدينة مجموعة مدن هتعمل محافظات مجموعة المحافظات هتعمل الكتر كله أو الكتر المصري أو أي كتر في العالم الملاحظ في الفترة الأخيرة وأنا ملاحظة جدا أن للأسف الشديد أن نسبة الانفصال والطلاق والمشحنات بين الأزواج كترت قوي والمسألة المسألة بسيطة جدا إحنا لا نعمل العقل في العلاقات بين الزوج والزوجة أو بين الأسرتين أسرة الزوج وأسرة الزوجة للأسف الشديد فيه مشكلة كبيرة قوي بين الزوج والزوجة وهي الأنا وفي العصر الحديث كترت قوي رغبة النساء في النهاية تتعلم وتشتغل وتبقى مستقلة وتبقى مش فارقة معها هذا الزوج أنا بقولها لا الكيان الاجتماعي زوج وزوجة الرجل وامرأة أب وأم وأولاد مهما كان عندها من مال حتى لو كان عندها المال الوفير اللي ما خالهاش تشتغل وتبقى مستقلة مفيش حاجة اسمها مستقلة عن الزوج لا الملاحظ بنسبة هنقول تسعين في المية من المنفصلين حالتهم النفسية متدمرة ومتدنية جدا لا يمكن تقول لي واحد مطلق أو واحدة مطلقة مبسوطين أبدا وكمان بيحصل حاجة اسمها العند بعد الطلاق هي بتقول طب أنا حغيزه وهتجاوز واحد تاني وهو بيقول طب أنا حغيزها وأتجاوز واحد تاني واللي بيتدمر في الموضوع الأولاد ما هو لا يمكن مخلوق ولد أو بنت هيبقى الساوي العقل والشخصية المتكملة وهو عايش مع أمه بس أو أبو بس بيت قضية اجتماعية مع أنها بسيطة جدا أنا بقى النهاردة جاي بعد التحليلات وسافرت كتير برا الدول أجنبية والدول أوروبية والدول عربية ودرست كتير قوي وعملت شهادات كتير قوي كنت مركز جدا على مسألة ليه يحدث الانفصال أو الطلاق عملية بسيطة جدا 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 فيه منحوظة صغيرة كده هقولها لكم جميلة جدا حضرتك وانت نايم تروح نايم في سرينك وزوجتك نايمة جنبك تعتقد أن هذه الزوجة أنت معاك وانت نايم أبدا تعتقد حضرتك أن زوجك كان معاك وانت نايمة أبدا وانت نايمة انت في عالم آخر وانت نايم في عالم آخر إيه المانع لو قمنا الصبح أو ما تفتع عينيك تقول لها صباح الخير فبتحصلش كتير ها أنت صحيتي اسلوب أجاش أجاف فيه نوع من الجفاء معين لو قلها صباح الخير وهي مشدودة منه جدا هتقوله صباح النور لأن ردها الطبيعي صباح الخير صباح النور جيت من برا السلام عليكم عاملة إيه هي خارجة على إذنك عايز حاجة العلاقات الطيبة البسيطة دي دي بداية نجاح أسرة بداية نجاح الرجل وامرأة زوج وزوجة أو هتفتكروا تسعين في المية من مشاكل الزوجية بالسبب عدم إعمال العقل وإدخال الأنا في العلاقة دايما نقول أنا طب ليه ما نقولش إحنا ما أنت بقيت زوجها وهي مراتك وعندك ولاد وإنت بعد عمر طويل في الوصف هتراح لولادك وإيه بعد عمر طويل في الوصف هتروح لولادها ففي الآخر هتنصب في مكان واحد والولاد نفسهم حيسيبوا مال حد تاني القضية مش محتاجة بقى الحرب الشعواء القائمة هاتخد هاتخد يعني الحياة المادية تغط مع أنها بسيطة مش كتير إيه المانع إن احنا نعمل العقل في إن احنا نعيش على قدر ما ربنا ادينا ونبعد المقارنة يا ريت نبعد المقارنة في العلاقات مع نفسك ومع جرانك لما الستي تقعد مع جرتها أو صاحبتها أنا جوزي جابلي وجابلي 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 أنت مالك يجيب لها ما يجيب لهاش الله أعلم بدواخل الأمور ومش من حقها تسمع لها أساسا يعني أنت عيش جوزي بيجيب لك على قدر المستطاع وانت بيجيه الناس على قدر المستطاع إحنا منا فلانا جابت إيه مياكو بتتحك عليك وبتغيزك بتتباهى تفخر بينكم في الأموال والأنفس والأولاد التفخر في حد ذاته بيخلق غيرة عند حقد حسد دي صفات مزمومة مع أنها الموضوع بسيط جدا علاقة الزوج والزوجة إذا قامت على الاحترام هتنجع وعايز أقول لكم حاجة أي عمارة هنيجي نبنيها وعملنا الأساس قوي جدا هتصمد السنين هتصمد 100 سنة و200 سنة وانت طالع ما تعملاش أساس قوي جدا هتبقى عمارة ضعيفة ضعيفة جدا نفس الكلام الزواج يا جماعة ده مشروح عايز دراسة جدوى عايز دراسة جدوى فيه صفات ومبادئ وقوانين لازم نلتزم بيها عند الارتباط يعني حديكم مثال يعني واحدة عايشة بيها غنية جدا منطقة راكية جدا بتعودت على الرفاهية قوي وواحدة عايش بطريقة فقيرة ومش عيب ده ومش عيب ده ده هو مجرد تأقلم انا تأقلمت على الشقة القطين والصالح واحدة تأقلم على الفيلا واحدة تأقلم على القصر وهكذا ليس ده احسن من ده احسن من ده هي تأقلم او بين كسين الرضا بما رزقان الله من كل شيء يبقى اول حاجة عايزة اقول لحضراتكم نشيل كلمة الانا بين الزوج وزوج واي مشكلة ننعيشها وننعيشها بامعان بدقة وجزئية مهمة جدا اقول لحضراتكم طلق اما حضرتك تزوجت بقيت انت ومرتك وحدة وحدة لا داعي يا حضرات لدخل اهل الزوج واهل الزوجة في حياتكم الشخصية دام بيفسد الالاقات دايما يعني طبعا الام بتحب بنتها قوي او بتحب بنتها قوي وعايزة يبقى احسن حاجة ونفس الكلام الاب يحب ابنه وبنته احسن حاجة وعايز لها احسن حاجة ده كويس ده طبيعي دي البشرية لكن الزوج والزوجة المفروض المفروض عايشين بالقدر اللي ربنا ادالهم بيه هي بتشتغل وهو بشتغل المفروض اللي اتنين يبقوا متطفقين هتبقى ازاي العلاقة دي جزئية مهمة برضا كنت عايزة اقول اتكلم فيها شوية هي زوجة عاملة وانت تزوجتها على انها زوجة عاملة نمرة واحد مش من حقك تقوليها اقعد بالمنطق انا الرجل دين وراجل سياسي انا بتكلم بالمنطق انت الوقت تقدمت الوحدة مهندسة دكتورة موظفة في بانك موظفة في المكان المدرسة وطيفة تيز انت راضيت بهذا الوضع يبقى تقعد تناقش معاها هتبقى الحياة المادية ازاي وتبقى صريح في وضعك المادي علشان كمان ما تبقاش متخيلة ان انت بتشيل حاجة من وراها ودايما تظن فيك الظنون انك انت مستخصر فيها او بات تبخل عليها او او الاخ الصراحة الالاقة المادية الصريحة علشان تنجح الحياة ومش كل مشكلة طلقني مش كل مشكلة ااخد بعض وامشي منفعش ما هو من طبيعة الحياة المشاكل ما هو طبعا طول ما احنا عايشين بتقابلنا المشاكل انا ما سميهاش مشاكل اسميها جوانب حياة انا ساعة ربيت وكاوتش ضربت ثم ده جزء من مين ام روان اهلا وسهلا طب بعد اذنكم معنا تليفون من وراء الو ايوة السلام عليكم عليكم السلام يا مرحب اهلا وحضرتك الله يخليك فندم اهلا وسهلا والله حضرتك انت بتتكلم عن الحياة المادية مدينة الزوج والزوجة ايوة ايه رؤيت في الزوجة اللي لما والدتها والدها توفقه واخدت ورثها وحطته في شقة ووضبتها من كل شيء وفي القفر الزوج بيشدها من شعرها عايز ينينها في الشارع وبيقول ولما قلت له طبعا انا عايز اللي انا حطيته في هذا الشقة اللي انا مخليك لله واعتبر النفسك ان انا طرفت عليك لله شكرا جزيلا طب انا هتكلم في الجزئية دي مهمة جدا على فكرة يا جماعة مال المرأة جزئين مال المرأة الزوجة يعني المرأة اسمحولي المرأة الزوجة السيدة الستوب اللي ربنا يقدرني اقوله يكون لائق مال المرأة جزئين الجزء الاولاني الذي ورسته عن ابويها ابو ام مش من حق الزوج ابدا يبصلوا حقها هي شخصيا وتأكد ايها الزوج المرأة من النوع الحنون جدا الام حنون جدا ان مددش ليك انت الفلوس هتديها لولادها وانقدت لابنك ثم وفرت عليك انت انا هتديها ما انا ابن عايز مني مثلا 200 جنيه وخارج مثلا وجات مرأة تداته ثم رايحتني انا انا خدت منها 200 جنيه اديتهم لا اديتهم للولد الورث الورث ده مال للمرأة خالص مخلص ده انا لا بتكلم في الدين ولا في السياسة انا بتكلم بالمنطق ده فلوس هي شخصيا اما فلوس احنا اتفقنا على فلوس الشغل بتاعها كذا حاجة حلناها بكذا المشكلة دي حلناها بكذا وجهة نظر وجهة اولى كنا سألنا بعض الشيوخ وسألنا بعض الناس والكلام ده كله العارفين يعني وقاريين يعني قالوا ان المرأة ما خرجت يعني خدت من وقت زوجها طب ايه المقابل بقى انا اقول لكم حل جميل قوي كتير نفع معهم يعني قوي احنا حنقول المرأة دي اشتغلت وكسبت ميت جنيه حنقول خمسين جنيه بتاعتها صافي مصافي ما تصرفش منع حاجة بتاعتها والخمسين جنيه التاني تدهاله ويبقى من حقها عليه يصرف كل حاجة مأكل ومشرب ومسكن وكله وملبس في حدود الملبس اللي هو لو كانت ما بتشتغلش لكن طبعا عشان بتخرج فهتجيب زيادة لفس هتجيبها من جزء بتاعها لكن مش من حقه ابدا ان يقول لها ادفع جنيه في الاكل في الشرب في مصرف الولاد في اي حاجة ويبقى وفر عليها كتير وستات كتير بعد ما تعبت في المصاريف وعايز ياخد بنا كل اللي معاها قالت لأ انا موافق ادفع النص بس ما لوش ضعب النص التالي النص تانية حرة فيه يا رب ترميب الشارع يا رب تدير اخوتها لولادها لاماها لابوها هي حرة ده تعبها هي الشخصيا ما قلو كل مكتاد نصيف هي تعبت يبقى لازم تاخد نتيجة تعبها ونتيجة تعبها ايه ان النص ده ملكها زائد الرعاية الكاملة من زوجها حماية واكل وشرب ومسكن رعاية كاملة حقها عليه وحق عليها ان هو تسمع الكلام وتطيعه في حدود المعقول برضو اذا اردت ان تطع فأمر بما يستطع وليس من حق اي رجل ان يشتم يضرب يزع مش من حقه ماياش اما عندك ده زوجة شاركتك في الحياة جزء لا تجزق منك انت جزء منه وهي جزء منك مش من حقك خالص يعني تمام وبعد كده النص التاني دوت انت بتاخده وبعد انت تصرف على بيتك بالكامل وفي بعض الناس بتقول وده رأي بيظم المرأة شوية ان كل حاجة يجيبوها في البيت بالنص جاب لبس بالنص جاب اكل بالنص دفع الاجار بالنص دفع ميا نور بالنص عملية مزعجة لكن بعض الناس ارتدت بيها وبالذات اللي هما بيسافروا في السعودية والكويت حتى ديها مع اني برضو اللي كانوا معنا في السعودية ارتاحوا لهذا الرأي وهو انه النص بتقبضه بتدهونه بعد كده هو مسؤول تماما عن توفير المسكن اللازم والملائم والاكل اللازم والملائم واللبس المناسب والسوسحات والخروجات هو رجل البيت هو المسؤول ومقابل انه هو سب زوجته بتشتغل هي تعبت تشكر ده عليها المرأة عليها مسؤوليات اكتر من رجل بكتير ده هي منجانب اللي بتشتغل بتيجي بتعمل قتل بيتها وبتيجي ترعي ولاتها وكمان بتعلم احل الوقت بقاش عندنا خلق نقعد نذاكر لبنته ولا ولد يعني صعبة قوي يعني يعني لكن هي عندها طاقة لكده بتعمل ربنا مديها المرأة بتتحمل كتير قوي قوي عن الرجل بكتير على فكرة فهو يراعد يقول لها شكرا شكرين ربنا يخليك كلمة تشجحها عنها تتعب تاني يوم اتمنى يكون ربديت على سؤال الست المروان هو مش من حق ابدا ياخد مال ورسك ابدا ابدا يعني وبعدين طالما مال ورسك المفروض كنت تشاري الشقادات باسمك شخصيا اللي بتاعتك فاحنا بنقول يا جماعة العلاقة الزوجية اي مشكلة لها حل اي مشكلة لها حل عايزين نقول ايه المشاكل ايه سبب مشاكل ممكن تنشع يعني ممكن تكون مشاكل اقتصادية ممكن مشاكل علاقة علاقة زوجية ممكن مشاكل بالسبب التفاهم بين الاتنين عشان كده بنقول بنرجع تاني الكلمة اللي قلناها مشروع الزواج ده مشروع مفروض يدرس وتعمله دراسي الجدف الاختيار الاولاني بقى انجح اختيار هو ان تكون مناسبة لك في ظروفها الاجتماعية والتعليمية والعمر ما يكونش فرق كبير اوي وحصل ايجاب والقبول في اول لما احنا اتقابلنا تمام اهلا وسهلا عفوا معنا اتصال تاني من محمد اهلا وسهلا سهلا عليك اهلا وسهلا بقول لحضرتك لو سمحت انا عندك مشاكل على طول معجوزي بالسبب بالسبب بالله ممكن اي حاجة تلكت عليها انهو ما بيعودش اصلا في البيت انا معي توقع زغيرين ايوه اعملوا دوشي رحواخب بعض ورح ماشي اه ممكن لو اهلوا اتكلموا معك اي حاجة من ناحية انا يجي علي انا عشان حاجة انا انهو في الشارع وبيجي بديه بس اتعش ويقع شوية وقشين وما باجي اقول له مثلا اي حق انا يقول لي هو اي حق طيب حضرتك يعني المشكلة دي اعتقد مشكلة نفسية هلقيت راجعي معاه او مع نفسك اولا اساسا علاقتكم الزوجية اخبارها ايه مرا واحد العلاقة الزوجية دي شيء مهم جدا جدا اي مشكلة يا سيد محمد ليها حل نفسية صحية جسدية ليها حل هذيك الاول راجعي نفسك شوفي ايه المشكلة اساسها لازم فيه اساس مشكلة مخليها دايما مش طايق البيت او مش طايق يقعد معاك او مش طايق يقعد مع الولاد لازم فيه مشكلة نفسية عنده اكيد عايزة نقش معاه هزي المشكلة اولا ما تدخليش طرف تالك لا اهله ولا اهلك اقعد معاك ده نقشي بالراحة قوله تعالى انت ليه مش عايز تقعد معنا مدايقك في ايه اكيد عنده الرد اكيد انا متأكد انا متأكد ان هايقولك فيه رد معين مدايق من اي ناحية مننا واحد اي مشكلة يا سيد محمد بيبقى ليها حل لو اتنقشت واتنقشت بموضوعية جدا وفي نفس الوقت تبقى بينك وبينه في المناقشة ما تدخليش طرف تالك لا حد من ولادك ولا اختك ولا اخوك ولا اي حد خالص وطبعا اوحش مشكلة يا جماعة في الزواج وعلاقة الزوجية تدخل الاخرين بالذات اهل الزوج او اهل الزوج شيء وحش شيء وحش جدا بانصح كل السيدات اللي عندهم بنات متجوزة او ابناء متجوزين ما تسألهاش مشكلتها ايه مع جوزها ابعدي عنها ابعدي خليك ضيف خفيف السلام عليكم عاملة ايه عشانكم بتشاهد غدو السلام عليكم مكيش دعوة هم عايشين ازاي هيحلوا مشكلهم وكبروا خلاص بدليل ان هم النهضجوا وتجوزوا ما هماش اطفال هتقول له ما اعملوا دي ما تعملوش دي بالعكس هيعندوا والراجل دايما بيتغاز قوي ان مراته تبقى طيبة جدا واقول امها بقى تيجي تزورها وتقعد معها ساعتين ثلاثة وتروح تروح قلبه وشها ومبوزة اكيد قالت لها حاجة نغاص عليها حياتها وهتلاح حاجة بسيطة وسهلة وبسيطة جدا يبقى ما نقولش لا تداعي نتطلع دي انت وجوزك وحدة وحدة ما تقوليش سرك لحد حتى صاحبتك نفسها ما هي برضو لو انت قلت لها حاجة هي مش عندها هتغير منك وهتحقد عليك وحتبقى كل المشاكل النفسية حتطلعيها من جوها ما اقول ليه ربنا منديك نعمة خلاص الحمد لله لا داعي نقعد نقول جوزي جاب لي وجوزي عمل لي وجوزي سوالي وانوش عافقية وعندي وعندي التباهي بيجيب حقد وحسن وغيرة احنا بشر اهل وسهلا اذنكم في الاخت سماح تفضلي يا فندم السلام علي عيسو ركات يا فندم اه اه بقولك لو سمحت تفضلي انا 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 عندي جوزي بص انا عندي جوزي يعني اشتغل وصل في البيت واعمل كل حاجة وصل في عميان وكل حاجة بس بيخل على كل بيخل اه مسألة الخيانة اه مسألة طب هو بيصلي هو متدين بيصلي يعني محافظ على لا ولا بيصلي ولا بيصوم ولا بيما يهاني تدعيله بالهداية اه وبعدين بعد اذنك بعد اذنك انا هقول لحضرتك حاجة ربينا معاك اولا انا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا جدا اه لو رجعت نفسك يا مادام سماحة اه هتلاقي ان حضرتك مش قادرة تستوعبين استيعاب الرجل سهل جدا انت اكيد يعني بيجي من بره مش مهتمية بيه الاهتمام الكامل اللي يخليه ما يبصش برا عامليه المعاملة الطيبة ما تبقيش دايما تعترضي على تصرفاته يعني دايما تقول له عملت دي ليه وسويت دي ليه اولا مش من حق الزوج والزوج يا جماعة انه يفتح الموبايل بتاعها وهي تفتح الموبايل بتاعها والله اسمعتني من دور افتها مرة مش من حق الزوج يتجسس على مراته ومش من حق الزوج تتجسس على جوزها اكبر مشكلة انك تمسكى الموبايل بتاعه وتشوفي مين اتصل بيه فما يمكن واحدة اتصلت بيه وخلاص وعدت ولا اي حاجة انت ممكن تفهميه غلط وانت تبدأ لكم اشيق تسوقكم خلاص انت كنش دعوه بموبايله لان معنى تشوف الموبايل وانت شو واسقه فيه ومعده هو يشوف موبايلك ومش واسقه فيك لا داعي تدخلي عدم الثقة او انت حضرتك تدخل عدم الثقة بينك وبين مراتك ابدا اديها الثقة عمرك بتمسك موبايل بتاعها وتشوف فيه ايه منك شدعوه وماتكلم حد ماتكلم مين ما تبقاش مزعج لها او هي مزعجة ليك ده اسمه ازعاج نفسي ادي له الثقة ادي واحد اتنين اعودي معاه بقى شو فيه ايه الجوانب اللي انت اهملتها فيه اكيد يعني الرجل طبعا بطبيعته بيحب ان هو يكون مستقر نفسيا في بيته ويتسدت كده برضه لكن انت حضرتك تستوعبه تكلميه تاخدي معاه تدردشي معاه اظهاري بمظهر لائك قدام جوزك احسن لبسه برفنات والشياكة ويشوفك احسن صورة ولسانك احسن لسان ما تبيش دايما نوقفه له على واحدة بتعملش ده دي عملت دي ليه هتخليه يطهق اكيد هيبقى زاء انا عايز اخرج وعايز يشوف واحدة طيبة ما اللي برا للأسف الشديد يا جماعة اللي برا بتبقى ما عنداش مشاكل عشان تعمله وحش ازايك واخبارك ايه بكل زوء وكل ادب وحنية وبتاع لكن المراتة هتقوله ما جبتش دي ليه ما عملتش دي ليه لا لا داعي لا داعي تملي عليه شروطك وطلباتك خليها تيجي بالراحة بالزوء بالراحة مايجيش من برا وتقليله اه جبت وجبت وجبت خذ الفطورة متقابليه الاول كويس مايمكن جاي متخانف في الشغل يمكن عنده مشكلة برا يمكن قابليه كويس سأقوم عليكم اخبارك ايه عامل ايه الحمد لله بالسلامة كل ما كده كويسة كلت ولا ما كلتش مش عافية الكلام ده لازم يهدي من الداخل جدا لايمكن مهما كان من عصبيته هتهدى لازم هتقوليله انت جيت اهلا وسهلا الحمد لله بالسلام اخبارك ايه يلا يا محضرك الحمام السخر هتاكل ايه احنا عملنا كذا كذا النهار ده مش عارف ايه الكلام العام بقى اللي هو جاي من برا تعبان جاي متخانق مع حد جاي عربية رفيته في عشته مش عارف ايه حد دايقه في الزميل يعني الانسان من وهو برا بيقابله كتير حاجات في الطريق ماشي في شغل وماشي اي حاجة ماشي قبليه كويس الانسان اه مدام فاطمة الانسان تفضلي يا فندم تفضلي 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 الو 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 مدام فاطمة تفضلي يا فندم لو سمحت انا جوزي واخد عيالي واخد عيالك اه اه وهو اتجوز في البيت وانا اعتدني ومش عايزة احرمي من اطفال يعني خايد عيالي الثلاثة واتجوز في البيت وانت منفصلة عنه ولا متجوزة لا انا مش منفصلة ولا متجوزة انا يعني اه اه لسه لسه على زمته يعني اه اه على زمته طيب هو مسألة الزواج التاني ده الواجه التاني انه هو قاعد مع ناسه في البيت وقاعد مع مراته واخد العيال محاربه منهم يخلينا شخص لا انا اقول لحضرتك حاجة يا القضية دي بقى كده دخلت في مسألة ان يجي حاكم من اهلك وحاكم من اهله حد لازم يدخل يصبح بينكم ويبدأ يدي كل زي حق لحقه اه القانون حد اخد عيالي بالقانون وحاكمت لان انا اخدهم بس هو رافض بتفرد ورافض ما نصحكش ندخل محاكم يا مدام فاطمة بالامانة موال طويل اسمعيني بس لو سناحت موضوع طويل جدا موضوع المحاكم والعند ابدا ابدا هو لازم يلين وحي يلين قوي وشكرا جزيلا مدام فاطمة شكرا جزيلا مدام فاطمة يعني انا بنصحش بنبدأ بالقانون والمحامين والقضايا احنا نحلها ودي افضل الود افضل واقوى وحيجيب نتيج كويسة بسراحة يعني خلاص يا مدام فاطمة شكرا مدام فاطمة فيعني مش عايزين نلجأ للقانون واللي عند ودخلنا في صراع مش عايزين نعمل صراع بين الزوج والزوجة طرفين العيال بتعذبه الاب شاكل ام والام شاكل الاب وده عايز ياخد العيال وده عايز ياخد العيال طيب انا هقول لحضرتك حاجة هو يعني العيال مسئولية ومسئولية جمدود وجدا جدا وصعب وان هو انا عاند شوية بالامانة بعد شوية اقول لا كفاية الاولاد صعب تربيتهم ورعيتهم واخد باله منهم صعب مش هيقعد ويسيب شغل واحد جنب عياله عشان ياخد باله منهم ولو متجوز واحدة تانية غير امهم هيبقى صراع دائم ما بين مرات الاب وبين الولاد وهيبقى مش مركز في شغله هو الهتعب وعليه الزواج التاني ده يعني بصراحة يعني بيبقى شيء مزعج بجد شيء مزعج جدا يعني لان انت مش هتلاقي سوري يعني في الكلام يعني قاسف يعني مش هتلاقي ملاك يعني تقريبا مصرية 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 هتلاقي تسعين في المية من الصفات موحدة لانهم بيئة واحدة يتربوا بيئة واحدة شربوا مال النيل مية النيل ويتربوا في الارض بتاعتنا فهتلاقي بنقسب تسعين في المية قريبين من بعض في الصفات مش هتلاقي وبعدين الجمال مسألة نسبية يعني هتجاوز واحدة تانية لماذا؟ المسألة الجمال مسألة نسبية هو بيتأقلم عليها بيضة هتأقلم على البيض صمرة هتأقلم على الصمرة تخينها هتأقلم على التخل رفاقية هتأقلم هيبقى بالنسبة له وضع عادي خلاص اتعود على هذا الشكل طول حياته مش هيجيب جديد ممكن بقى الجديد هتعمله أحلى وأقوى مشكلة عشان تبقى فهمين دايما هتبقى عايزة تاخد كل حاجة عايزة تاخد وقتا وفلوسا والسيطرة على الموقف وتبقى عايزة ما فيش زيها في الدنيا وبتاعه صعب يا جماعة والله العظيم صعب جدا الزواج التاني هو طبعا مش حرام هو حلال بس فيه ساعات حلال بقى صعب زي أبعد الحلال عند الله الطلاق ما هو برضو صعب ما هو الطلاق حلال بس صعب شيء هدم أسرة وبعدين قبل ما تفكر في نفسك وقبل ما تفقري في نفسك فقري فيه الرسالة اللي ربنا إدهالك الأولاد دي رسالة شيء مهم جدا مسئول مسئولية كاملة جدا من الأب والأم ما نفكرش في نفسينا ونقول أنا عايز أعمل عايزة أغيزها ما بلاش العند بلاش الأنا عايزين نشيل من حياتنا الأنا ما فيش كرامة بين الزوج والزوجة أبدا ما فيش حاجة اسمها أنا أنا وإنت ما نقول إحنا إحنا فعلا حياة واحدة بناكن مع بعض ونشرب مع بعض ونشرب مع بعض ونشرب مع بعض ما فيش حد خارج عن إطار المألوف إلا ما تعد أنجح ناس وأنجح أسر اللي هو مراته بس وخلاص وجابه عياله وربوهم وكبره معاهم وبقىهم الدكتور والمهندس وعمل أرضه واتناء بيبقى ناجح جدا ناجح جدا جدا في حياته وعلى فكرة الشاب اللي تزوج بعد إما كان قادر أو بقى قادر على رعاية أسره منستعر منكم بقى في التزوج أحسن بكتير من إنه يقولك أنا حابق أجل الجواز وما أخد دكتوراه وما أخد مجلستين لما أعمل مصنع بالعكس ده أنت وإنت متجوز هتعمل كل أنت عايزه معظم الزوجين هم اللي بينجحوا في الحياة هم اللي يبقى عندهم مصانع وعندهم شركات وعندهم أراضي وعنده 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 ليه لإنه بقى مستقر نفسيا من الناحية دي لما عشان كده وأنا في لندن كان لو حصل انفصال بين الزوج والزوجة بتاخد نص صروته وده عدل لماذا؟ أنا حقول لماذا لأنها هي أدته الاستقرار النفسي إنه يشتغل وينتج ويدمع فلوس يبقى عنده فلوس الاستقرار نفسي نص النجاح لما أنا أكون متبرجل نفسيا وتعبان نفسيا ومش مستقر بيئيا وقسريا مش ععرف أنتج مش ععرف أذاكر مش ععرف أشتغل مش ععرف أبقى نجح أفكت في مشروع واتني استحال استحال ما المشروع الأساسي هو الأسرة لو أنت مش نجح فيه مش تعرف تنجح في الباقي نادر جدا ما حد ساب دي وتجوز دي وساب دي وتجوز مش ممكن صعب قوي تفتت وتفكك أسري وكمان هو بيبقى مشتت نفسيا بيبقى مش مش مبسوط نفسيا خالص مش مستقر نفسيا لا يمكن هيكون مستقر نفسيا أبدا لو أنت فيه مشاكل ومراته الجاية تعمله مشاكل وهو بيعمل لها مشاكل والابن عنده مرة وعندها مرة تفكك أسري سيء يعنيه شو معنى مش 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 هيبسطك مش هتخلق انت عايز تسعد في الحياة امشي صح ربي ولادك اعمل الرسال ربنا اديها لك الرسالة دي ربنا اديها لك عشان تعملها طلع المهانس طلع الدكتور طلع المحامي طلع الزابط طلع وانت مراتك تسعين في المية هتلاقي الست اللي جبتها زي الست اللي انت سيبتها او اللي هي معك التاني وتحدى هتلاقي فيها ميزات ضخمة وبالعكس ده بتبقى عندها غيرة انها عايزة تستحوز عليك بالكمل وتبقى حاسة ان دايما انت مدي الاولانية اكتر انت ظالم انت مش عاقف انت مش عاقف تعدل دي عايزة تعمل فيك اللي تقدر تعمله عشان انت سبتها او جوزت عليها وتحس بالاهانة والتاني عايزة تستولى عليك تماما عشان تنجح انها تغيزي للست الاولانية والموضوع يبقى عندي في عين والضحية حضرتك انت والضحية ما بين الستات الاثنين دي عايزة تهلكك من ناحية ودي عايزة تهلكك من ناحية لا داعمة لاش لازمة ايه الجديد يعني اللي انا هشوفه في الست التاني يعني فيش جديد خالص يعني تعدل الزوجات ده يعني كان ايام سيدنا رسول الله كان ليه حكم وليس لشهوة جنسية او رغبة انه يتعدد خالص عشان للفقل اقرار قانون ديني معين لكن انجح ناس اللي هو ملوش دعو بحد هو امراته هي الحمد الله ربنا الديهاني وعندي ولاده هو وبيشتعل في شغله ونجح في شغله وماشي حياته بينجح كتير اوي بينجح ولاده بينجح ويطلعه حاجة كبيرة بيونير اوي ويستمتع بعد كده ابنه يتجوز متعة والحياء اللي هي برا الاطار المجتمع السليم ما فيهاش متعة ما فيهاش ابدا يعني وبعدين احنا اتفقنا انك انت عايز تاخد علاقة طيبة ايه دي انت علاقة طيبة ايه بدأ انت لو لتعامل بالحسنة معا ولقلم حضرتك ولقلم حضرتك يعني النساء او السيدات او الانسة يعني عندها اختلافات في الهرمونات طول الشهر فلو هي عصبية في وقت من الاوقات اعذرها غزبا عنها عملية في السليجية بعد فيه هرمون اسمه البروجسترون الهرمون البروجسترون دوت لما بيزيد في الدم بيحبس الميا والملح جوه الجسم المرأة وبيخليها تبقى عصبية جدا لغاية ما تنزل بقى الدورة والهرمون ينزل من الدم والكلام ده كله وتبدأ تبقى طيبة وهادية وشعفية فالتغيرات الفيسفيلوجية دي توقحها ضيفها على كده بقى الضغوط الحياة اللي عندها اكتر منها بكتير جرب كده تقعد مع الولاد يوم كده لوحدك شوف هيعملولك ازعاج قدقي لو العيل سهير او كبير او وسط هي ربنا مديها القدرة ان هي تسيطر وتستحمل هذه الضغوطات الشديدة رعاية اسرة ده شيء صعب بتشتغل ده شيء صعب بتعمل اكل وشرب في البيت وتبقى ولها ولين في البيت عايزة تعمل مطلوب منها وفي الشغل عايزة تعمل مطلوب منها وضغوط كتير يعني رائع الضغوط دي بتاش مشكلة قبل مين ختام عموما اتمنى لكل الناس حياة سعيدة وربنا يوفقكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة